وبعد حمض ملهم الصواب وكاشف الأصواب والتحيات الكاملة المتواصلة الشاملة في فيديو اليوم سوف نقوم بحل اختبار في مادة الرياضيات الفصل الثاني أو الفصل الأخير لتلاميذ السنة الأولى متوسط النموذج رقم ثنين أو النموذج الثاني التمرين الأول أو الوضعية الأولى قال لي أتمم الفراغ بما يناسب أعطاني مجموعة من العمليات وأطلب مني أن نكملها وأعطاني فيها فراغات عندي أول عملية وهي 84 على 28 ويساوي 21 على ماذا؟ 84 على 28 ويساوي 21 على ماذا؟ وعندنا هنا هنديلو العدد الطبيعي عدد طبيعي أو شي هو العدد الطبيعي نضربه في واحدة الأربعة يعطيني واحد واثنان في كنصر معين رحي يعطيني اثنان يعني هنا هنديلو أولا نبدأ بالعملية الأولى الحل هندي 84 هنا رجعت لنا 21 24 ويساوي 21 يعني هنا رح نتسألو على واش قسمناها لأنها صغارت كي صغار العدد معناها لنا قسمنا 84 لأنه هذا كان كبير قسمناه أرجع عدد صغير وعلى واش قسمناه هنا هنا؟ قسمناه على أربعة درنا 84 قسمناها على أربعة درنا 21 و28 اللي نتحتها رح نديولها نفس الشي رح نقسمها ثانية على نفس العدد اللي هو أربعة 28 قسمها أربعة ويساوي سبعة إذن 84 على 28 ويساوي 21 على سبعة الآن عندنا هذا احنا وش قلنا؟ وهنا نلاحظوا باللي العدد اللي في البسط هو نفسه النتيجة وقتها يكون العدد اللي في البسط هو نفسه النتيجة كي يكون العدد اللي في المقام أو المقام والعدد الطبيعي متساويا يعني هنا عدنا أربعة أربعة معناها هنا عدنا واحد هنا النتيجة رح تكون هي البسط هي واحد لأنه أربعة كون نضربها في واحد رح تعطيني ربعة نقسمها على أربعة رح تعطيني واحد إذن عندي ثنين هنا يا فوش حنضربها أو شو الكسر اللي حنضربها فيه مش تعطيني ثنين يعني نفسها نضربها في اثنان على اثنان معناها اثنين كون نضربها في اثنين اربعة وكون نقسمها على اثنين ستعطينا اثنان اذا اثنان في اثنان على اثنان يساوي اثنان الجزء الثاني الان طلب مني ان احسب ما يلي ثلاثة وعشرون في خمسة عشر على ثلاثة يساوي واربعة عشر في خمسة على اثنان هذا الزوج العملية راح نحسبهم عندي اول عمالية لها ثلاثة وعشرين في خمسة عشر على ثلاثة كيف راح نحسبها اولا حدي ثلاثة وعشرون في خمسة عشر قسمة ثلاثة يعني النتيجة راح تكون ثلاثة وعشرين في خمسة عشر احتطين احتطيني 645 قسمة 3 645 قسمة 3 احتطيني 115 بالنسبة للعملية الثانية نهي 14 في 5 على 2 يعني هنا نتيجة او كيف حنحسب العملية حنديره 14 قسمة 2 في 5 14 حنقسمها على 2 ونضربها في 5 ويساوي 14 قسمة 2 رح تعطينا 7 وهناك نضربه 7 في 5 رح تعطينا 35 او النتيجة نهية 35 بالإضافة اللي هني هنا بغت نقول باللي كي نعد الطرق باش نحسب النتيجة في هاذ الحالات يعني ممكن اني ندير 23 في 15 على 3 وممكن اني ندير 15 على 3 في 23 وممكن اني ندير 23 23 قسمة 3 في 15 لكن هنا نلاحظوا بالليسي عملنا الطريقة الأنسب لاني هنا لو درت 23 قسمة 3 رح تخرج لي عبارة عن عدد عشوري هنا ما نقدرش نضربها او رح تجيني وعلا بش نضربها وهناي اذا درت 5 على 3 يعني هنا حسب سهولة العمالية يعني انا نسهلها لنفسي عندي مثلا هناي 14 بدل من ضربها في 5 قسمتها على 2 لانه كي قسمتها على 2 اعطتني 7 بعد ضربتها في 5 اعطتني 5 وثلاثون الآن عندي الجزء الثالث قالي اليك نصف المستقيم المدرش اعطي فاصلة النقطتين A و B يعني اعطاني هنا نصف مستقيم مدرش وعلم لي عليها زوج نقاط لهما اول نقطة A وثاني نقطة لهي B A و B اولا نحن شوفوا الوحدة متاع او لكم جزء مقسم هذا المستقيم هذا النصف المستقيم مدرج ليس المستقيم مدرج هذا النصف المستقيم مدرج نلاحظوا هنا بالليه راح نقسم الى 1 2 3 4 5 6 يعني الوحدة الواحدة يعني هذي هذي عبارة عن 1 هذي مقسمة لست اجزاء وعندنا من 1 ل 2 مقسمة ايضا لست اجزاء ستة اجزاء ستة اجزاء اذا الآن نحن نحسب او راح نلقى او راح نعطي الفاصلة A و B باش نحن نلقى الفاصلة A و B لازمني اولا نعرف الوحدة انتاع المستقيم هذا او الوحدة كم فيها احنا عرفنا عندي هنا ستة وعنا عندي ستة معناها هنا وحيكونوا حيكونوا 12 على ستة او بالاضافة الى اني بغطنتي معلومة باللي الكسر مثلا 12 على ستة هذا الكسر 12 على ستة هو تقريبا او هو نفسه يعني مش تقريبا هو نفسه عملية القسمة 12 قسمة ستة لاني لو قسمت ما سنلقى رح نلقى ثنين رح نلقى وحدتان رح نلقى ثنين كمان نشوفه اذا 12 على ستة ويساوي اثنان او هذي فصلة A A 12 على 6 بالنسبة لفصلة النقطة B فصلة النقطة B هي 21 على ستة لاني هنا عندي ستة 12 بالنسبة ثلاثة عدي ثبار 18 19 21 اذا 21 على ستة الان طلب مني تعليم النقطة F و J على نصف المستقيم المدرج او على هذ نصف المستقيم المدرج اذا عندي اولا النقطة J وعندي F F اولا F الفاصلة الانتحة هي ستة على اثنان تفكروا باللي انا هنا كيقول لي ستة على اثنان او كي بيكون كما يقول البقاء في ستة يعني عدد الوحدات في عدد الاجزاء في الوحدة هنا رح تدين عملية القسمة اما بالنسبة لجهن قال لي اثداد زائد اثداد على ستة اولا عندي F F رح جهن على F هنا وجهن اولا F علاجة هنا احنا مجي قلنا باللي عملية القسمة او الكسر هو عبارة عن عملية قسمة يعني ستا على ثين هي نفسها ستقسم اثنين ستقسم اثنين وشتا تعطي ثلاثة هاو يعني F G F 3 بالنسبة لجهن الآن جهن عندي زوج يقولي اثنين يعطيني عدد طبيعي ما معناها اجزاء ندير زوج اجزاء لا لكن رح يعطيني زوج وحدات ما شي زوج اجزاء لو بغ يعطيني زوج اجزاء رح يدير لي ثنين على ستة لكن هلا قال لي اثنان يعني عدد طبيعي ندير واحد اثنان يعني اثنان وش هنزيد لهم رح نزيد لهم زوج اجزاء لي هما ثنين على ستة واحد واثنين اذا هن رح تجي جي اذا عدنا التمرين الثاني قال لي الجزء الاول اتمم الجدول دون استعمال الالة الحاسبة اذا اعطاني هنا جدول وهنا اعطاني مجموعة من الزاوية فنجدول قال لي الزاوية قيسها ونوعها احنا اكتبوا كل زاوية الاسم تاحة القيس تاحة والنوع تاحة يعني هنا القيس تاحة كفار رح نجبدوه مناش نستعمل هنا المنقلة هنا دون استعمال المنقلة ماستعملوش المنقلة نقدرو نعرفوهم غير من خلال التشفير ومن خلال 30 هذي كل هاري ما نخلال تشفر رح نعرفهم اذا عندي اولا الزاوية s-o-m s-o-m الزاوية c-o-m وعندي الزاوية f-o-m f-o-m يعني هذي ف-o-m وعندي الزاوية h-o-f h-o-f يعني هاذ الزاوية عندي اولا نحن نبدأ بالقايس تاحة الزاوية con c-o-m هي عبارة عن زاوية قائمة الزاوية القائمة القيستحة أكيد 90 درجة مين عرفت بلي زاوية قائمة لأنه هنا في تشفير قال لي أو أعطاني الغمس على الزاوية القائمة الآن FOM F F O M أكيد هي عبارة عن زاوية عبارة عن زاوية مستقيمة أي القيستحة هو 180 درجة لأنه هنا عندي 90 درجة منها هنا أكيد رح تكون 90 درجة لأنه هنا 180 180 قسمناها على 2 هنا 90 شح تبقى حتبقى 90 هذه 90 درجة معنى هذه 30 وهذه 60 إذن القيستحة زاوية H H O F هو 60 درجة لأنه هذه 90 نقسم منها 30 تعطيني 60 درجة إذن نوعها هي زاوية 1 إذن الآن عندي السؤال الثاني أو الجزء الثاني قالي ماذا يمثل O F بالنسبة H O Z هذا السؤال الثاني أما بالنسبة الثالث قالي استنتيش قيسها يعني نحن استنتيش قيس H O Z عندي أول ماذا يمثل نصف المستقيم O F بالنسبة الثالث ها هيكي H O Z وها هو كي نصف المستقيم O F O F نصف المستقيم معنى عم حدود منه ومنه ماشي محدود منه نلحظ بله مستقيم عادي أما منه محدود ها هيكي نقطة عندي الآن O F هذا هو والزاوية H O Z ها هيكي وشو نلحظ هنا نلحظ هنا بليدان لنفس التشفير نفس التشفير وكيد لنفس التشفير معناها هنا راهم متساويين H O F و F O Z راهم زاويتان متقايستان معناها O F وشدار لهم O F قسمها للنسبة إذن هذا نسميوها منصف للزاوية يعني قسمها لزوز زاوية متقايسين إذن O F هو عبارة عن منصف الزاوية H O Z H O Z الآن نستند قيس H O Z نستند قيس H O Z القيس داعي زاوية H O Z عندي أولا 60 درجة 60 درجة اللي هي هنا هنا خيقنا 90 درجة نقسم منها 30 حتى 62 ونفس التشفير يقول لي بلي هذي وهذي متساويين معناها 60 زايد 60 درجة ويساوي 120 درجة إذن قيس H O Z هو 120 درجة الوضعية الإزماجية نقرأ السنة أو السيقة تعدى قال لي في إطار تدعيم الفلاحي باش يدعموا الفلاحة ضمن هذي برنامج اللي هو برنامج الجديد الريفي مجموعة من الفلاحين الشباب استفادوا من مجموعة من هكتارات في ولاية النبا باش وقروا يغرسوا فيها جرية البرتقال شكل المقابل له هذا الشكل يمثل قطعة أرض لأحد الفلاحين شكلها مربع الآن بالنسبة للأسئلة قلي أولا أحسب بالمتر محيط هذه الأرض يعني كيقول لهذا الأرض معناها رهو يتكلم لي على محيط المربع كامل يعني هذا المربع كامل وانا مدام نعرف الطول تعضي على 72 زي 23 معناها سوف نحسب المحيط إلى هذه الأرض الأرض بيين أن مساحة الأرض هي 90.25 يعني نحن نتأكد منها وقسمة الأرض يعني يقسم هذا الأرض إلى ثلاث أقسام ها هو كيف لدينا القسم الأول القسم الثاني والقسم الثالث أحسب بالمتر المربع مجموعة مساحتية المثلاثين القائمين CDN CDN و ABN ABN يعني هذا الزوج مثل الثالث نحن نحسب المجموعة المساحات الحم يعني هذا زي ذهاب ثم زرع الجزء الرمادي فقط بشجيرات البرتقال يعني هذا هو الجزء اللي زرعوا فيها شجيرات البرتقال كمان نشوف هنا أحسب بالR يعني نحن نحسب بالR المساحة هذا الجزء اللي زرعو أو اللي زرعوها شجيرات برتقال و جيم بكم مرة مساحة المربع ABCD يعني ABCD رح تكون أكيد كبيرة على المثلاث CNB أو BNC أكيد لكن بكم مرة كبيرة الآن الآن قالي إذا علمت أن مردود R1 يعني في R1 المنتوج هو أو المردود هو 240 كيلوغرام ما هو بالقمطار يعني نحن نحن نحول وزن منتوج البرتقال وقت تسويقه يوضع البرتقال في صناديق كتلة كل صندوق 6 كيلوغرامات الآن بيع البرتقال بالجبلة بسعة 595 دينار للصدوق الواحد إذن ما هو ثمن بيع البرتقال نحن الوضع اليدماجية هنا السؤال الأول قال لي أحسب بالمتر محيط هذه الأرض يعني نحسب بالمتر المحيط تحاد المربع أو تحاد الأرض بش نحسب المحيط ندع ورح ندير طول الظليع في أربعة طول أولا وهي طول الظليع ويساوي 95 نضرب ها في أربعة ويساوي 380 380 متر إذن محيط هذه الأرض هو 380 متر الآن نحن 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 حسول مساحة المربع مساحة المربع هي طول الظليع في طول الظليع لأنه هنا أشكل يبين أن المساحة تحاد المربع تحاد الأرض هي 90.25 R إذن نضرب 95 في 95 يعني طول الظليع في طول الظليع ويساوي 9025 متر مربع الآن نحن نحول 9025 متر مربع إلى R ونكتب ها أولا في الجزول 9025 متر مربع نحن نحولها إلى R نروح للخناة على R ونضرب الفاصل رسولية 90.25 R هي 90.25 R يعني نتأكدنا أو بينا بلي المساحة على الأرض هي 90.25 R الآن بالنسبة للسؤال الثالث قالي قسمة الأرض إلى ثلاثة أقسام ها ماكي ثلاثة أقسام القسم الأول القسم الثاني والقسم الثالث أحسب بالمدر المربع مجموع مساحتي المثلثين القائمين C D N و A و A B N يعني نحن نحسبه المجموع انتع المساحتين انتحهم يعني مساحة A B N و مساحة C D N الآن أولا قالي مساحة المثلث أولا نزل نعرفه مساحة المثلث أو القاعدة انتحها ويساوي جداء الظلعان القائمين قسمة 2 جداء الظلعان القائمين قسمة 2 يعني زوجة الظلعان القائمين هذو اللي فيهم الزاوية القائمة هذو هما اللي رح نضربها في بعضاهم هذو جداء الظلعان القائمين ورح نقسمها معا ثنين أو نقدر نقوله القاعدة في الارتفاع قسمة 2 إذن وش نديره؟ رح نديره أولا سي دي آن رح نديره 23 في 95 قسمة 2 يعني هنا يجد الظلعان القائما اللي هم أول ظلع لي هو 23 والثاني ظلع لي هو 95 إذن 23 في 95 حتى أطينا 2185 إذن عدنا 3 في 5 و 7 و 15 نكتب الخمسة و نرفع الواحد الآن نحن نروح للثلاثة في 9 3 في 9 و 7 و 27 والواحد 28 نضع النقطة أنه 2 في 5 و 10 نكتب صفر و نرفع الواحد بالنسبة ل 2 في 9 و 2 في 9 و يساوي 18 و الواحد 19 كنجي و نجي ما و رح نجينا 5 زائد لاشه و يساوي 5 8 زائد صفر و يساوي 8 9 زائد 2 و ساوي 11 نكتب الواحد و نرفع الواحد و 1 سايد 1 و يساوي 2 إذن النتيجة هي 2185 نحن نقسمها على 2 نقسمها على 2 2 قسم 2 و يساوي 1 1 في 2 و يساوي 2 2 نقص 2 و يساوي 0 الآن نحن نزلوه الواحد 1 قسم 2 لنستطيع نضع الصفر عندي 0 في 2 و يساوي 0 1 نقص 0 و يساوي 1 1 نحن نزلوه الـ 8 و تصبح 18 قسم 2 و يساوي 9 9 في 2 و يساوي 18 18 نقص 18 و يساوي 0 الآن نزل 5 5 قسم 2 و يساوي 2 2 في 2 و يساوي 4 5 نقص 4 و يساوي 1 هنا رح نضع الفاصلة و نضيف الصفر تولي لي 10 قسم 2 و يساوي 5 5 في 2 و يساوي 10 10 نقص 10 و يساوي 0 إذن نتيجة هنا هي 1092.5 وش رح ندير لها هنا يا إذن رح نقوله مساحة المثلث CDN هي 1092.5 متر مربع رح نجمعوها مع رح نجمعوها مع المساحة أنتع المثلث القائم الآخر إذن نحن ندير 72 72 في 95 لهو جداء الظلعان القائمة نحن نضربهم في بعضهم و رح نقسمهم على 2 95 في 72 و يساوي 6840 رح نزل قسمه على 2 6 قسم 2 6 قسم 2 1 حتولي 3 8 قسم 2 1 حتولي 4 4 قسم 2 2 حتولي 2 و سفر قسم 2 رح نبقى نفسه رح نقوله سفر إذن نتيجة هي 3420 إذن مساحة المثلث ABM هو 3420 متر مربع الآن رح نبدأ و رح نروح نحسبه المجموة ننتعى الزوج مثلثين هذو المجموعة تعمل المساحتين ننتحن حنا وجدنا قلنا مساحة الأرض هي 925 متر مربع و المساحة ننتعى المثلث السيديان هي 1092.5 متر مربع أما بنسبة لمساحة المثلث ABM هي 3420 متر مربع الآن مجموعة ننتعى المساحتين هذو تعملنا 1092.5 زي 3420 و يساوي 4512.5 إذن مجموعة المساحتين هنا هو 4512.5 الآن قال لي زوري على الجزء الرمادي الجزء الرمادي هذا هو اللي زرعناها أو اللي زرعوها بأشجار البرتقال أو بشجيرات البرتقال إذن نحسب بالR رح نحسبه بالR المساحة متاع هذا الجزء هذا لكي نحسب المساحة متاع الجزء هذا رح نديروا المساحة تاع الأرض نقصوا منها هذا الزوج مساحتين اللي هما المساحة التحم الزوج من الثلاثين اللي حسبنا المساحة التحم اللي هو 4512.5 متر مربع إذن ندرنا الان اح نحولوها راح نحولو 4512.5 متر مربع الى الار كي باش نحولوها اولا لازمنا نحطوها في الجدول باش رحطوها في الجدول احطينا رقم الوحدات في الوحدة رقم الوحدة اللي هو اثنين في الوحدة اللي هي المتر المربع باش نحولوها الار وش حتولينا حتولينا 45.125 اذا هنا 4512.5 متر مربع تساوي 45.125 ار الان بعد ما عرفنا باللي او حولناها في الجدول حولنا 4512.5 متر مربع الى الار لقناها 45.125 ار اذا مساحة الجزء الرمادي هي 45.125 ار الان قال لي بكم مرة مساحة المربع a b c d اكبر من مساحة المثلث n b c مساحة المربع a b c d اكبر بمرتين من مساحة المثلث n b c لانه هنا 9.25 كان مقساما لها 4512.5 لقينها نفسها معناها 4512.5 كان ضربوها في اثنين مش حتولينا 9.25 اذا بساحة البربع a b c d اكبر ببرتين بساحة البثلث n b c الان قال لي اذا علمت انا مردود الار الواحد يعني المردود داع الار الواحد هو 240 كيلوغرام ونحن حسبوه بالقنطار يعني ما هو بالقنطار وزن منتوش لبرتقال وش نديرو راح نديرو راح نديرو المساحة هنتع الجزء الرمادي اللي زرعناه بشجيرات اللي هو 45.125 هنضربوه في 240 اللي هو مردود الار الواحد كنضربوه نحن نلقوه من نتيجه 10830 باش نلقوها بالقنطار لازمنا نحوولوها نحن نكتبوها اولا في الجدول هنقدار رقم الواحدات في الواحدة رقم الواحدات هو صفر راح نكتبوه في الواحدة اللي هي الكيلوغرام كمان نشوفو هنا باش نحوولو هنا وش هتوليلي هتوليلي 108.30 يعني نروح القنطار ونحط فاصلها 108.30 قنطار اذا وزن منتوج البرتقال 108.30 قنطار اذا الان قلي 18830 نحن نقسمها على 6 هلا لانه هنا كي سوقوا او كي راحوا يحطوا البرتقال في صندق بش يبيعوها الكتلة تعقل صندق او راح يحطوا في كل صندق ستا كيلوغرام يعني نحن نقسمها على 13.30 على ستوش حتاتيني حتاتيني 1805 اذا عدد الصناديق هو 1805 صناديق الان قلي بيع البرتقال يعني البرتقال باعوه بسعر 595 لصندوق الواحد وهو ثمن بيع البرتقال للعلم ان عدد الصناديق هو 1805 باعو الصندوق الواحد 595 اذا نحن نضربه 595 في 1850 راح تعطيني مليون وثلاثة وسبعون الف وتسعمة وخمسة وسبعون دينار اذا ثمن بيع البرتقال هو مليون وثلاثة وسبعون الف وتسعمة وخمسة وسبعون دينار وفي النهاية شكرا لكم ومع السلامة بالتوفيق واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر جنسة تنبيهات ليصلكم كل جديد شكرا لكم